الله يسعد لي أمور كون إخواتي اليوم معمولة جبن مع أنه اللي معمول فينا ما بيعلم فائل لرب العالمين فتعالوا نعمله سوا ويلا يا بسم الله مرحبا إخواتي هبايب بالبداية أنا اشتغلت بكاستين سميد هذا السميد ناعمها ما سميد الفرخة وحطيت كاست طحين وفوق لطحينات معلقتين سكر بودرة ونص معلقت محلاب ونص معلقت فانيليا إخواتي الكاست اللي عم نعير فيها لازم تكون نفسها يعني ما منروح منجيب كاست شاي ومعدين منجيب طاست الرعبة وكذا وعا إخواتي ها نفس الكاست حبايب بعد ما قلبنا لطحينات والاسميدات عناه شايف منخلعهم كاست سمنة دايبة وبعدين مننسفهم تنسيف إخواتي متاع جنوة فورا نسفون هيك بحنية بحنية إخواتي ها الله يحنى عليكم الرب دقيقتين ثلاثة بعدين عجنوة إخواتي هاضي العجينة لازم ترتاح أقل شي ساعة ساعتين إخواتي أنا ريحت ساعتين ورجعت لعندة قالتلي ممكن نام إسا نص صاعة أقلت لأ أومي بقى في الزي يحرق دمك مقبل ديك فعلا ما بطنعطي وش لكن المهم حبايب للكمية اللي عندي حطيت لهم تقريبا ربع كاسة حليب وما علقت ما زهر وخلوا العجينة على جنب شغلة عشر دقايق يعني ما تشتغلوا فيها فورا وبهل عشر دقايق أنا جبت الجبنة حبايب هاضي جبنة حلوة بلدية لازم نعصرها كتير منيح يعني ما منترك فيها ولا نقطة مي أمن شان تضل أمورنا بالسلين إخواتي هيك أمورها ممتازة إخواتي هلأ منركز نوفي صغيرة لأنه شفت لهالطريقة سلسة ومعقولة لأنه في ناس بتعملها بالفنجان وفي ناس بتعملها بالزبدية وفي ناس بتقرصها على أيديه إخواتي أنا والله مائل إخلاق والله قلت هات كيس مونة يا صبي ودعبلها لهالعجينة وهات صحن كبس أرس كذا عرفتوا كيف إخواتي بس النتيجة مبهرة صدقوني رح أبهركم بالأخير إخواتي اللي ما حافظت طريقة من أول مرة رح أرجع عدلكم ياها وعلى قولة أنس الإنجليزي تعيت المدرسة لما كنا صغار ربيت أفتر مي على سيرة الإنجليزي ولما كنا صغار لهلأ شاطرين بالإنجليزي نحنها إخواتي يا حذركم شو اسمها هذي الأكلة بالإنجليزي معمول بتشيز إخواتي معروفة يعني معمولة بجبن حبايب ما علينا هل أزا طلع شكل القرص مايل أو أعوج أو كذا أن إحنا ما بهمنا الشكل أهم شي الأخلاق والطعمة الحميدة إخواتي لازم نوه على شغلة سريعة أنه أنا الكاستين السميد طلعوا معي ست قراص فأنتوا إذا كنتوا سبع أشخاص بالبيت زودوا شوي لأنه بضي يصير مشاكل عائلية فما في داعي نسمع الجيران فينا وفهمكن كفاية آي حبايب بنرجع هل أنا عملتهم المساء وخليتهم بالفريزة لتاني يوم الصبح أنا بحب فرزهم قبل الخبز ما حدا يسألني ليش هيك بحب وبس وصلنا له المرحلة هادي لازم نكون محمايين الفرن قبل بعشر دقائق أو هو كمان بدوا بالفرن عشر دقائق فأخواتي إذا فسخت معكم العجينة بالفرن ما تاكلوا هم أبدا هادي بتكون الجبنة شوبيت وبدأ تأخذ نفس بس وهذا كان الشكل النهائي فصلوا عن نبي لنسمي بالله وندوق شو عملنا وقالله يسعد لي أمور الجميع وشكرا جزيلا لوجودكن الحلو أخواتي علي ما عليها العجينة مثل الزبدة عم الدوب دوب وعلى قولت المثال منزاقة ليس كمن رأاه حبايب هادي كانت طريقتي بهالتحلاي اللادقانية الشهيرة فجربوها بنفس الطريقة راح تعجبكن كتير 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 والمام تابعني يتابعني وحطولي لايكين وألف صحة وميت هنا لكو حياتي اتو